ما عجزت عن إكماله الميليشيات تتعهد به الأحزاب والدوائر التي تحت نفوذها فهنا العراق خاضع بالكلية أرضا ومؤسسات وعسكرا واقتصاد لأحزاب وميليشيات تفرض أجندتها الطائفية وفق مشاريع مشبوهة مساجد السنة عنوان كبير لمأساة أكبر شهدت عليها أماكن يذكر فيها اسم الله حينما تعرضت لحرب شعواء لم تراعي حرمة الله ولم تعظم شعائره فأضحت عشرات المساجد في بغداد ومحافظات الجنوب تحت يد الأحزاب والميليشيات التي تسلبها هويتها لغايات معروفة سنين مضت والأيدي المشبوهة تعبث بالمساجد وعائديتها وممتلكات الأوقاف حتى وصلت أخيرا لاتفاق وصف بالمخزي أقره ديوان الوقف السني مع نظيره الشيعي لتقاسم الأوقاف ادعى الأول أن الاتفاق يضمن استعادة أملاك الوقف السني غير أن الواقع يفند هذا الادعاء بشكل صارخ لا سيما أنه أهمل الأوقاف الثابت عائديتها للوقف السني التي استولت عليها الميليشيات والأحزاب الطائفية وديوان الوقف الشيعي في السنوات الماضية كما نص على المناصفة بين الوقفين حول الأوقاف المسجلة باسم وزارة الأوقاف السابقة ما يتناقض مع واقع الأوقاف وعائدية غالبيتها العظمى للوقف السني أوجه الظلم والإجحاف بدت جلية في بنود الاتفاق الأخرى التي لم يسلم منها حتى الأموات عندما أقرت إدارة المقابر بحسب مذهب أكثرية المدفونين فيها كما نص على العائدية الوقف باعتماد مذهب الوقف أو مذهب أكثرية المكان الذي يقع فيه لتستعاد صورة الطائفية مرة أخرى لكنها تتجرد هنا حتى من الأعراف والأخلاق العامة نخب وعلماء دين حملوا الوقف السني بإدارته الحالية والسابقة مسؤولية ما يجري لا سيما أن تلك الإدارات كانت محل اتهامات متكررة باستغلال الأمر لغايات حزبية ومكاسب شخصية فضلا عن الإهمال المتعمد في الدفاع عن الأوقاف المغتصبة محاولة أخرى لطمس هوية العراق وترسيخ الطائفية بين أبناء شعبه يقوم بها حكام العراق الجدد بالتواطئ مع شخصيات نفعية لتثبت صفة الطائفية على ساسة الخضراء وتؤكد أن مشاركتهم أفعالهم جرم لا يقبل التبرير